السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعيني وخات الغالين في كل مكان أهلا وسهلا بكم في قناة وقناتكم حكاية وخبر مع وفاق الشيخ شرفتوني ونورتوني ودايما بكلكم ومتاتكم وكل أراءكم المحترمة بتساعدوني وتنوروني أهلا بالجميع حب أفكر حضراتكم قبل ما نبتدي وقبل ما ندخل في أي حوار ولا في أي موضوع أذكركم باللايك وكمان لو أنت أول مرة أو أنت أول مرة بتشوفي القناة يريد تحطي الاشتراك للقناة وكمان ما تنسيش تصلي معانا على سيدنا رسول الله بسم الله توكلت على الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدايد كلماته عدد ما في السماوات وعدد ما بينهما وعدد ما شئت من شيء بعد اللهم آمين يارب العالمين بفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وفقنا يارب لما تحب وترضاه عنا اللهم آمين وحب جمال نتذكر إخوانا في كل بقاع الوطن العربي اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين وارفع يا ربي بحقك راية الحق والعدل والدين اللهم شتت شمل اليهود والكفرة والمشركين أعداء كأعداء الدين تعالوا بينا نبتدي فيديو النهار ده ولكن بعد الفاصل أهلا بيكم في قناتي وقناتكم حكاية وخبر مع وفاء الشيخ لما بنحب نعرف معلومة بنحب نبقى أخدنها من مصدر موصوق سواء أخبار فنية أو حوادث أو نقط أو غيره علشان كده هتلاقوا في قناتنا كل ما يخص الأخبار والمعلومات الحقيقية انضموا لقناة وفاء الشيخ مع حكاية وخبر في فيديو النهار ده هتكلم مع حضراتكم عن أحداث كتير حصلت بالفعل في أكتر من قناة من عند الاتبارات المحترمين اللي هنتكلم عنهم النهار ده حابين نبتدي بمين حابين نبتدي مع نشوة ولا نبتدي مع مجنة ولا نبتدي مع سماح حب حياتك وضلع مطبخك ولا مين ولا مين تجي نبتدي بالصلاة والسلام على رسول الله ونبتدي مع الستة مجنة الست مجنة طلعت لينا مبارح تقريبا بفيديو وكانت زعلانة جدا في الفيديو كانت بتناشد متابعينها المحترمين اللي بيحبوها واللي جمان ضدها يعني فيه ناس كتير بتدخل تهاجمها في الفترة الأخيرة وبيتكلموا عن أحداث كتير أنا عن نفسي مش عايزة أتكلم عن الأحداث دي لأن فيه ناس كتير بتتهم أو بتتهم الست دي بجد بحاجات يعني ممكن نقول عن الخلاف أي مكان الخلاف اللي بينها وبين إخوتها ده حاجة متخص ناش من دومة الست في قناتها ما أعلنتش عنها أنا كصاحبة محتوى أو كناقدة أو كمتابع مش من حقي أن أنا أدخل وأصدر لها أي اتهام أو أو أوجهها بأي إساءة سواء كان إساءة أدب أو إساءة فهم أو على حسب ما يكون المتابع أو الناقد بينتقدها لازم يكون فيه احترام متبادل بين أصحاب المحتويات سواء كان يوتيوبر صاحب محتوى زي محتوى روتيني زي الست أم وجنة أو كقنوات نقد برضو لازم نحترم بعض يا جامعة الخير حتى ولو هنتقد الشخص اللي أنا بتكلم عنه في أي فيديو بتكلم عنه بكل احترام وكل يعني مصدقية علشان خاطر ما جرحش في أي حد ولا أقدم إساءة لأي حد الست الفترة الأخيرة مستائج جدا من القنوات اللي بتطلع عليها وبتهاجمها بصورة وحشة جدا 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 علشان كده هي فهمت دماغهم وبدأت تلعبهم وأنا وبسوطة من الست أم وجنة في الحتة دي بجد شابو من نعم فهمت دماغ قنوات النقد شغالين إزاي وفعلا بتلعبهم على الوتر الحساس عارفيني اللي هو إيه تفضل طول الوقت إيه شقاطني وشقاطك يعني أرمي لك حاجة والبقى تعال أنت بقى أفحر في القناة وطلحها من عندك وأنا بعد كده بعد ما تعمل فيديو بتاعك أطلع أرد عليه يا أه يا لأ لإما أدي لك كده حاجة إيه على حرف السنارة وإنت صداد براحتك يا تاخد الطعم كله يا ما تاخدش المهم في الفيديو اللي أنا شفته ليه الست أم وجنة مبارح وهي كانت بتعمل بشاميل هي وبنتها جنة بصراحة لفت انتباهي فضلت تشكر كتير جدا في جنة قالت أن جنة وقفة معها وقفة الأخت والأم والصديقة والصحبة يعني بجدم سندها في كل شيء بسعيدها بتقول أن أنا باستفاد من جنة حاجات كتير وده فعلا يا جماعة فعلا أنا ملاحظة أن الست أم وجنة في حاجات وفي تطورات برضو إلى حد ما اختلفت حتى لو تلاحظوا في تنظيم البيت البيت بقى مختلف طبعا هنقول علشان يعني نقلت وراحت مكان مختلف لا البنت لما يكون في البيت بنت بيكون لها أثر والله حتى لو لا هي يعني لسه طفلة عندها ست زنوات بيكون لها أثر حلو في البيت على فكرة يعني بتحب المكان يكون هادي بتحب المكان يكون منظم أي حاجة بتكتسبها سواء كان بقى في مدرستها أثر على البيت وكمان من حوار البنت مع والدتها الأم بتكتسب معلومات وحاجات كثيرة بتكون هي فعلا ما عندهاش ثقافة ولا دراية بيها وده اللي اتكلمت بيه من خلال الفيديو الست أم وجنة بالنسبة لبنتها جنة ربنا يسعدك فيها ست الكل وتشوفيها من أسعد خلق لا البنت فعلا جماعة الخير فعلا زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤنسات الغاليات فعلا غالية فعلا كنز في البيت البيت اللي ما فهوش بنت بجد أنا من جوايا بحس ان هو نقصوا حاجات كتيرة جدا 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 ربنا باركلك في بالنوتك نرجع تاني بقى للنقطة اللي الست أم وجنة كانت بتتكلم فيها مع متابعينها المحبين والغير محبين قالت يا جماعة الخير يعني بعض القنوات وكمان بعض المتابعين بيقول انتي بتعملي ايه اصلا ولا انتي اصلا يعني بتقدميني ايه ولا ايه هو اصلا محتواك انتي اصلا فقيرة محتوى ما عندكيش محتوى قالت يا جماعة الخير انا بعد كده هطلع عملكو زي ما انتوا عايزين هعملكو الروتين بتاعه اصول لكم وانا بطبخ وصول لكم وانا بعمل كل حاجة انا اصلا اتعودت ان انا بقدم حياتي بطبيعتها لو انا خرجة باخدكم معايا لو انا بغسل باخدكم معايا كمان وانا بغسل في عزينا وعزاكم الله في الحمام بدخلكم معايا في كل مكان وكل ركن في الشقة هو ده اللي انا اقدر اقدمه للمتابع وعندي متابعين المحترمين اللي بيحبوا المحتوى بتاعي بيشجعوني على حاجة زي كده عشان كده احنا شايفين ان الست نجحة لانها بتطلع بطبيعتها وما بتتجملش ولا يعني بتحاول حتى يعني ايه في ناس كتير شايفة انها بتتلعب كتير وعندها اكاذيب الله اعلى واعلم ولكن انا شايفها من وجهة نظر انها واقعية واقعية جدا جدا اه ممكن يكون في بعض الاشياء ما بتتكلمش عنها وخاصة في الفترة دي اللي هم من اهلها وهي بند اساسي من بعد المشكلة بعد ما كانت زبطت موضوع حياة اختها ام شروع ونقلها للبيت الجديد وكان فيه التهمات يعني التهمت بها كتير جال لاختك دعم وانت اخدت بكرش كوي ووي ووي وبوصلها القناة ورفعت من قناتك وتهجمت كتير اثناء لما كانت بتحاول تعمل لاختها القناة كلنا هلاحظنا حاجة زي كده فالست قالت بس يا جامعة الخير انا هقفل على بابي على نفسي ومش هصور تاني مع حد وده اللي عملته بصراحة انا شايفاه قرار سليم لان ما فيش يوتيوبر مع العيلة بتاعتها على اليوتيوب او على اي منصة والدنيا بتكون تمام الا لما لازم يدخل قنوات وبعض المتابعين يفسدوا الحلو اللي بينهم طيب تصوير كل واحد يصور لوحده وكل واحد يظهر نجحه ده احسن شيء ده احسن شيء واسلم شيء علشان كده استدت كانت بتتهجم الفترة الاخيرة في حاجات كتير انا مش حابة تكلم عنها لان انا حابة اظهر الجانب الحلو بصراحة واتكلم عن الجانب الحلو عند اي يوتيوبر انا بحبه او شايفة انه هو عنده حاجة كويسة الست دي بالناس بتخشلها فعلا بجد على طبيعتها لانها ما بتجملش زي ما قلت لحضراتكم قالت لمتابعينها والقنوات برضو اللي بيهجموها انا هطلع وقدم لكم بعد كده الروتين اللي انتو عايزين ان انا ننظف في البيت عامل مش عارفة ايه في البيت نزلت تحت في الكومنتات لقيت بعض الكومنتات بتقول لها عادي وانت بتقدمي ايه يعني جديد انت بتنظفي وبتعملي وبتخسلي وبتطبخي ليك انت مش لينا احنا طب حضرتك يعني اللي كاتب الكومنت ده دخل عندها ليه وبكتبي لها الكومنت ده وبتبعيها ليه اصلا انت اكتر واحدة متابعة ليها علشان كده دخلتي ونقشتيها في حاجة زي كده في خلال الكومنت بتاعك عشان كده هي بتقول انا بقدم لكم المحتوى ده المحتوى ده عاجب ناس ومعاجبش ناس اللي مش عاجبه يا جماعة الخير ما يطلع ولكن بلاش من التجريح وبلاش من الاساءة واصحاب قنوات النقد ياريت يكون يعني الشغل على الهادي يا زبادي بلاش من التجريح وبلاش كشفناك في الحتة الفلانية وفلانة ومسكناك في الحتة الفلانية وفلانة وهنخش على النقطة دي برضو في بعض الاسبتات اللي بيفضلوا قنوات النقد يتكلموا عنها على اليؤتبارات اللي هما بيهجموهم على فكرة كشفنا كسبك في النقطة الفلانية كان عندك كذا كان عندك كذا وده طبعا استخدموه يعني عدد كبير من قنوات النقد أثناء ولادة أم جنة لا الولد مش بتاعك الولد انت جايبه من السوبر ماركت الولد 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 وفي الاخر الولد بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك لتطلع عنا في بس مباشر بتحاول توريلي الناس طبعا أم جنة أسكن مننا كلنا طول الفيديو أو طول البس عملت قل لكم وكمان فيديو وكمان غيري بس شفتوا عايزين تشوفوا ميزو عايزين مش عارفة إيه وتطلع جزء صغير من مازن والداني مازن وعايزين تشوفوه هو شبه مامته ولا شبه بابا حاجة بالعقل جماعة الخير يعني هو مازن ابن أم جنة وابن مازن حيكون شبه مين لا إما شبه أم جنة لا إما شبه مازن أظن المتابع يعني مش هيزغل نفسه بحاجة زي كده ولكن الست بجد زكية جدة بتحب تشغل المتابع وتشغل قنوات النقد طبعا طلع قنوات النقد باسم الله ما شاء الله على موضوع البيبي ومش البيبي عارفة بتشتغلكوا إزاي عشان كده أنا بقول للست موجانة اشتغلي على هادي يا زبادي ده رزقك يا ستي والأرزاق من الرزاق كده خلصت بالنسبة لموضوع الست موجانة ندخل بعد كده على مين سماح الست سماح حب حياتك ودلعي في مطبخك وكمان متاعي متابعينك بجد يا سامحة عايزة أقولك شابو 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 تستهلي مليون شابو على الترند اللي انت عملتيه فتحتيه بكيفك وقفلتيه بكيفك والمتابعين بعد ما كانوا رفضين دلوقتي أصبحوا مؤيدين وبيشجعوها وبشدة بيعجبني جدا 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 اليوتيوبر الزكي اللي بيعرف يشتغل قنواته وبيعرف يشغل نفسه من غير ما يحشر أي حد في النصب برافو عليك يا سماحة حاب أتكلم مع حضراتكم عن موضوع الترند بتاع سماحة يمكن تكلمت فيه مرة أو مرتين أو يمكن يكون تلاتة نتكامله كمان المرة الرابعة وتقريبا هيكون بعد كده الروتينات عندي سماح زي أي قناة روتينية تعالوا الأول نفكركم بالصلاة والسلام على رسول الله ونرجع تاني نتكلم عن سماح وهي زي ما قلت لحضراتكم بدأت الترند بكيفها ونهيته بكيفها المتابع فين المتابع ماشي مع سماح مطرح ما تشيله وتحطه هو موافق إزاي جماعة الخير الست سماح أخدت متابعينها وراحت فين على شقة اللي هي شقة المصيفية الخاصة بيها طبعا معلش ما حد تزعل مني وده كان توقعي وبدون تجريح برضو ما بنجرحش في أي حد ولا هنقدم إساءة للسماح ولا حتى المتابعين ولا حتى قنوات النقط اللي ضد سماح أو كمان المؤيدين لها سماح لما رحت للشقة المصيفية اللي هي خاصة بيها قالت كلمة كده وهي بتشطى بالشقة بعد ما قاعدت فيها أسبوع تقريبا وبتدت الترند من هناك من بداية الشقة المصيفية وهي ماشية بقى وقالت لازم روح وتقريبا أوحت للجميع إن هي مروحة والناس كلها فكرت إن أبو مالك صالحها ولكن لما روحت الناس اكتشفت حاجة تانية طيب وهي مروحة وبتقفل باب الشقة قالت كلمة يمكن بعض قناوات النقطة مأخدتش بالها منها محدش يتكلم عنها سماح قالت كلمة قدها يعني خلاني من جوايا حاسة ومتأكدة إن سماح كانت رايحها مخصوص علشان يعني تعود الشوية دول وتعمل بقى نبدأ من هناك الترند ونرجع بقى إيه بالليلة الحلوة اللي انت شفتها دي قالت إيه سامح يا جماعة الخير قالت يا جماعة الخير أنا لما اشتريت التلاجة صاحب المعرض اللي أنا اشتريت منه التلاجة قال للتلاجة دي لو هتتحط في مكان ومش هتكوني متواجدة فيه لازم التلاجة تفضل شغالة فترة طويلة وما تتفصلش طبعا يعني معلش ما احترام شديد أنا كنت حاسة من جوايا إن سماح رايحة يعني ايه نبدأ ترند من هناك وكمان يعني ازبط الشقة شوية وكمان أبصت على التلاجة يعني التلاجة النهاردة مبلغ وقدره فوق 30 النهاردة أو 40 ألف كمان يعني التلاجة لما أسيبها شهر أو اتنين والنور يقطع والنور يروح وييجي وأنا سايب التلاجة شغالة فده هيكون فيه خطر على التلاجة لازم برضو حتى لو هي ما فيهاش أي حاجة وروح أتطمن عليها من وقت للتاني يعني هنقول كل أسبوعين كل شهر مرة وبسم الله ما شاء الله ربنا يزدها سماح معاها عربيتها وتروح بقى تشوف شقةيتها دي كل شهر مرة ولا أي حاجة فيعني ابتدت الترند من هنا وهي خارجة من الشقة يومها قالت الكلمة دي قالت المعرض اللي أنا جايبة منه قال لي لازم التلاجة تفضل شغالة فأنا يعني ايه كنت عاملة كده زي يعني زبطت التلاجة وزبطت الدنيا ورجعت شغالتها تاني وانا مش كنت حاسة هي سامح ان انت طبعا هتقول ده انت متخلفة يا بنتي ولا بتقولي ايه بالزبط هي راحة مخصوصة هي التلاجة لا هي مش راحة مخصوصة هي التلاجة يا راحة تبدأ زي ما قلت لحضراتكم الترند من هناك ولكن موضوع التلاجة ده كان عامل أساسي وبعد كده هنشوف سامح يا جماعة تقريبا كل شهر كل 15 يوم على حسب وقتها ما يتيح ايه واو يتاح انها هتروح تعمل لنا يعني ايه فيديو او فيديوهين من هناك علشان خطر تبص على التلاجة لان التلاجة ما ينفعش انها هتتساب فترة طويلة من غير لان اوقات كتير النور بيقطع والنور بييجي ممكن تحصل صدمة ليه مطور التلاجة والدنيا تبوز وهي مش واخدبلة المهم ده بالنسبة لها وهي مروحة بعد ما روحت من الاسبوع اللي قضته في الشقة المصيفية الكل كان متوقع ان هي خلاص مروحة مع ابو مالك في العربية وهتروح على بيتها لأ كلنا يعني بلا استثناء متابعين وقناوات نقضة كل تصدم ليه لانها قالت انها هتقعد بقى الفترة اللي جاية دي لان الخلاف مزال قائم ومستمر بينها وبين ابو مالك وابتدت من هنا تقريبا قرابة العشر ايام غير الاخمستاشر يوم غير الاسبوع اللي هناك يعني دخلالها في اكتر من عشرين او اتنين وعشرين يوم كمان بسم الله ما شاء الله شغلت كل قنوات النقد عليها وبسم الله ما شاء الله عليها دماغ شغالة دماغ صحية ما بتنامش اشتغلت وشغلت اخوتها كمان معها بالعنوين المتابع في بداية الترند كان رافض رافض تم ليه اللي هي بتعمله ليه انت بتعمله في نفسك كده ليه ما رحتش عند والدتك ولما رجعت عند حامتها ده كان بقى ايه بداية الترند تاني من اول وجديد بعد الاسبوع الاولاني وكان كمان زيادة المجاهدات وزيادة كمان الهجوم عليها من القنوات ومن المتابعين وبعد كده بدأوا المتابعين اللي كانوا بيهجموها اصبحوا معاها وفي صفها يعني بجد بيعجبني اليوتيوبر اللي بيعرف يشغل دماغه ويسحب الفلوس والجنيه من قلب المتابع وده اللي عملته الست سماح واشتغلت على النقطة دي ومن يومين تقريبا طلعت سماح وقالت يا جماعة الخير انتوا هاجمتوني وانتوا عملتوا وانتوا سابويتوا وانا مش مسمحة اي حد يعني دخل وهاجمني وفضلت تدعي على يعني معلش ما احترام شديد لكل اللي انتقاضها وسواء كان متابع او قنوات نقد بجد كانت بتدعي من قلبها ربنا بنت معاك واعلى واعلم بالظروف اللي انت مرتي بيها ولكن بعد كده حبت سماح توقف الدنيا عند النقطة دي ونرجع بقى نشتغل وانشغل قناتنا من اول وجديد ومعانا برضو متابعيننا اللي محبين لينا والكمان الكاريهيد لينا ولكن ايه اللي طلعت به سماح بالاستفادة دي شغلت قناتها وعلت مشاهداتها وكان فيه شغف كبير من المتابعين ومن كل قنوات النقد يعني اعايز اقولكم ان هي اشتغلت اليوتيوب كل الفترة اللي فاتت بجد شابو للدماغ الشغالة اللي بتعرف تشتغل نفسها وكمان تشتغل كل القنوات اللي ضدها واللي معاها وكمان متابعينها المحبين والكاريهين علشان كده بنقول فيه يوتيوبارات باسم الله ما شاء الله عليهم شغالين على نفسيهم وعارفين بيجيبوا الجنيه ازاي جماعة؟ اولا الترند اللي عملته سماح سواء بقى ان كان فيه يعني مكسب كبير مفهوش مكسب اي حد يقول اي حاجة وحط تحتها اخطط حاجة براحته عايزة اقول ان لقات اللي ممكن صلت الضوء عليها انها ما جرحتش في اي حد لو جرحت جرحت في نفسها وفي قرامتها اللي هي اول ما ابتدت الترند كانت بتتكلم عن القرامة اللي المتابع يعتبر رحو جهو دس عليها كتير هي راضية بحاجة زي كده ده حاجة ترجع لها بقى مناش احنا فيه كمتابعين او كقنوات نقط انما لينا في ايه؟ لينا ان انت يا ست موحة يعني معلش ما احترام الشديد ليكي انا بقى كقناة او كمتابعة ليكي الست دي يا جماعة بتقدم يعني محتوى حلو جدا ست محترمة ست يعني جمعت بين الحياة الريفية والحياة في المدينة برضو زي ما افضل اقولها يعني تدخلوا البيت تحس ان الشقة دي شقة موجودة فعلا داخل مدينة تعيشوا معها الاجواء بقى في الريف عند حامتها او وهي بتصور في الارض وتحس ان انت عايشة في اجواء ريفية جميلة جدا جدا جمعت بين الحياة هنا والحياة هنا ست برضو شياكة ونظافة وكمان الفيديوهات بتاعتها منظمة جدا ونظيفة جدا 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 في بيتها اشتغل على محتوىك يا موحة وكل وقت كده من وقت للتاني هتطلع لنا بترند ده زي ده يا بنتي انت اولى بالترندات دي بجد بجد شابو ليكي شغلت كل القنوات واشتغلت وربنا رزقها ورزق من على حسها برضو قنوات كتير يا جماعة الخير طلعت وربنا يعني رزقها رزق كبير على حس سماح برضو محدش يقدر ينكر حاجة زي كده طبعا النقطة اللي اشتكت منها ام جانا برضو اشتكت منها سماح وهو هجوم قنوات بعض قنوات النقد عليها وكل فيديو كانت بتنزل وكان يقول لها عندنا بالإثبات والدليل السبت ده انت مصورة طبعا لما حاب تشوى المتابعين هي راحت فين فضلوا بقى المتابعين وقنوات النقد اول لما رجعت بعد الشقة المصيفية يقولوا عند جدتها عند حامتها السبت هو اللي ظهر حقيقة ان سماح عند مين عند حامتها سبت العيش المتابعين وكمان قنوات الانتقاد هم اللي اثبتوا حاجة زي كده طلعت برضو لينا اول امبارح بفيديو قالت الناس اللي كانت بتنتقدني وتقول ان انا يعني ببيض وبعمل وبجهز في شقتي ده الفيديو اللي طلعت بقى ايه وكانت بتديع على الناس اللي ظلامتها جابت قالت طيب تعالوا معايا بقى كده ننزل وهجب لكم بالإثبات والدليل مش ده جردل الديهان اللي انتوا كنتوا بتقولوا ان انا بجهز في الشقة وابو مالك هيجي صالحني بعد ما يزبط الشقة فتحت الاول قبل ما تفتح باب الشقة عملت ايه فرجت الناس على الديهان جردل الديهان اللي برا وطلع جردل من هو اللي بيكون جاي فيه البلاستيك بتاع الدهان بتاع الحوائط مخزنة فيه الرز وحطاه برا فيه التهوية علشان ايه يعني يفضل بحالته يفضل كويس وده معظم الناس بتعمل كده بتخزن الرز فيه جردل زي دي وده حقيقة فعلا احنا بنعملها في الارياف ويمكن كمان اهل المدينة بيعملوها دخلت بعد كده على الشقة وصورت للمتابعين قبل ما تدخل الشقة كمية التراب اللي موجودة قدام باب الشقة لان فعلا فيه ناس كانت بتقول لا ده تلاقيها اصلا هي عايشة حياتها فوق والدنيا تمام وبتنزل بس تصور لنا الفيديوهات اللي بتصورها محامتها عشان تثبت ايه الوقاعة اللي هي بدي تثبتها في كل فيديو ان هي غضانة وان هي زعلانة المهم فتحت باب الشقة وصورت للناس وللمتابعين وللقنوات ان كل حاجة بحطت ايدي السفرة هي والركنة كمان انا لماها زي ما حضراتكم شايفين وقالت للناس ان انا زي ما حضراتكم شايفين كده لكنت بجزب عليكم وفضلت حسب وتقول حسبنا الله ونعمل وكيل في كل من ده يعني ظلمها وكل اللي جاء عليها بعد كده الست سامح صورت لنا فيديو تاني بقى وهي فين بتشطب في او بتفنش بقى الشقة بتاعتها وترجع كل حاجة مكانها بصراحة يا بنتي ربنا يزيدك ويوسع عليك الشقة بتاعتك مش عايزة اي حاجة اصلا للتغيير ولا لازم اصلا في التغيير الركنة اللي مش عاجبك دي جميلة وترندي كمان على فكرة اللون ده بقاله يمكن سنة او اكتر من سنة كمان بس حلو جدا لون الركنة وعندك زوق في تناسق الالوان وتناسق المكان وزوقك حلو قوي قوي ارضي سامح باللو ربنا اسامهولك لو عايزة بقى تجددي بجد نزلي جددي تحت نزلي جددي عند حماتك وحماكي بجد هم دول اللي محتاجين تجديد يعني حاجة بسيطة كده زي ما قلت لك قبل كده بالفيديو اللي قبل ده جزء بسيط من المبلغ اللي طالعلك فيه بسم الله ما شاء الله اللي طالعلك من الترند الحلو المحترم ده حاولي تجددي شوية تجديدات كده عند حماتك شوية دهان شوية بلاط سيراميك اي حاجة كده الناس دي استحق لان الناس دي لو لاهم ما كانش هيطلع الترند بالنجاح اللي انت عملتي ده اولا انا مش حقدة عليك ولا حزة بقولك مليون مبروك ومبروك عليكي الترند اللي انت عملتيه ومبروك كمان عليكي تشغيل قناتك احسن واحسن واحسن ولكن سبحان رب العالمين دايما بقول اليوتيوبر المحترم الزكي اللي بيعرف يشتغل وبيعرف يشغل قناته هو اللي بيكسب الكل كسبت متابعينها اللي كانوا في صفها وكمان اللي كانوا ضدها نهت زي ما بدأت الترند نهته بكيفها برضو يا جماعة محدش مشى عليها طبعا شوفنا ماما سحورة من يومين كانت مننزلة فيديو الليها وهي رايحة هي وعادل يجيبه شوية فكهة علشان خطر الزيارة دي الكل عارف ان هي لسامح بقالها تقريبا فيديو بقاله تلات ايام للست سحورة طلعت وكشفت الفكهة بسم الله ما شاء الله كانت جايبة كمية فكهة يمكن اكتر من سبع او تمن انواع من الفكهة ومن كل نوع اتنين كيلو اتنين كيلو بسم الله ما شاء الله زيارة حلوة محترمة يعني وكمان طبق حلويات وده طبعا الكل كان متوقع ان ده لسامح علشان خطر رجحها لشقتها بعد الفيديو اللي كانت قالت خلاص ان لحمها اخدها وطلحها شقتها لا مامتها الست سحورة اعلنت الفكهة دي رحها فين ولا كمان الست سامح قالت اي حاجة عن الفكهة دي ولكن ماشيين واحدة واحدة برافو عليك يا بنت سامح برافو 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 عرفت الشغالي قناتك وعرفت كمان تشغالي قنات والدتك واخواتك بالعنوين وبعض الاجزاء كده بسيطة بين السطور مع اخواتك علشان الناس تخش تتكفى عند سامح وتخش تتكفى عند والدتها وكده اكون خلصت فيك كل الكلام يا موحا مبروك عليك الترند ومبروك عليكم شغلكم تستهلوا لان اليوتيوب عايز كده يا جماعة الخير ومحدش يدخل على الست ولا يوجه لها اي حاجة عجبكم الشغل اشتغلوا معاها مش عجبكم برضو هتشتغلوا معاها انتوا كده كده اصلا محططين في الصورة وردين او رفضين بتشتغلوا مع الكل بصراحة احلى متابعين في الدنيا هم متابعين اليوتيوب ربنا معاكم ويتولاكم ندخل بعد كده على اليوتيوبر الجميلة نشوة وعمو علي تعالوا نتكلم جمعا عنهم كلمتين حلوين لان ست نشوة قدمت لينا فيديو مبارح بجد فيديو جميل جدا جدا دخلت عند نشوة لقيتها واخد اخوات الحج علي تقريبا رحاب ولا مش متذكرة اسماء اخوات الحج علي بس بشوفهم دايما معاها بيحبوها وبيفضلوا كده ايه روح حلوة عائلية اسرة جميلة كده بينخشوا بعض ويشدوا ويرخوا مع بعض بيحبوا بعض نشوة من اليوتيوبر اللي انا برضو بحترمهم وبحبهم بسم الله ما شاء الله عليها ست نشوة كانت في عمرة لسا جاية رجعة من العمرة تقريبا بقالها يمكن 15 يوم معرفش والله كانت تمت 15 يوم ولا لا كانت هي والحج علي واولادها كلهم اخدت ولادها التلاتة وزوجها ورحوا عملوا عمرة كانت اجواء جميلة جدا جدا وكانت معاها اسمه سوفيان تقريبا وبنتها ندين وكمان الولد والبنت التانيين بسم الله ما شاء الله كانت اجواء جميلة عايشتونا اجواء حلوة جدا جدا مع الاسرة اسرة عم علي وكمان مدام نشوة في العمرة اتفاجئت بقى بالفيديو بتاع مبارح قلت سبحان رب العالمين ربنا يزيدك يا بنتي ويوسع عليكي كمان وكمان اخوات الحج علي كانوا تقريبا وجهوا كلمة شكري كده لحد يعني تقريبا هو اللي بعت لهم الدعوة لزيارة الاراضي السعودية وسبب ان هما يعملوا عمرة تقريبا يعني الدعامة اللي بعتها لعمرة دي اسمها الستة ام ومشالي ربنا يا رب يوسع عليكي ويزيدك كمان وكمان وتستهلوا كل خير والستة نشوة بجد انا بحبها وبحترمها انها برضو من اليوتيوبارات المحترمين اللي عارفين يشغلوا قنواتهم وبرضو بيشغلوا قنوات النقد فيعني كل الاحترام والتقدير وجزاك الله كل خير دخلت عند الستة نشوة تحت فيه الكومنتات يعني بصراحة 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 ربنا يباريك لك ويجزيكي كل خير الكومنتات يا جماعة تفرح وتشرح القلب الحزين الناس كلها بتدعيلها على جبر الخاطر لاخوات الحج عالي ومبسوطين من العمرة اللي هي اخدتهم وراحت بيهم تعمل معهم العمرة مليون مبروكي ستة الكل وما تبصيش وراكي ولا يهمك من اي قنوات النقد منين من اين لك هذا الفلوس دي كلها منين الدعمين وينلي 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 هم شغل كده هم ده شغلهم يا جماعة تفرح قنوات النقد اشتغلي وخليكي شغالة زي ما انت شغالة على قناتك وربنا معاك ويزيدك وان شاء الله دايما كده في تقدم بصوا عايزين تشوفوا القناة اذا كانت محبوبة او مكرورها خش على الكومنتات كومنتات بجد الناس مبسوطة جدا جدا فازاي هيكون الناس مبسوطة وانا كصاحبة قناة اطلع يعني اقل من قدر الست دي او حتى اطلع عليها بصورة وحشة ما اقدرش اعملها ولا عمري هطلع على اي حد بصورة وحشة ولو شفت عندها في يوم من الايام حاجة مش قد كده هطلع واتكلم عنها ولكن الفيديو ده بالذات كان لازم اتكلم عنه لان كمية الكومنتات اللي تحت الفيديو بجد يعني لو انا ما كان نشوة اطير من الفرحة بجد تستهلوا كل خير ومليون مبروك عليكم ويا رب ارزقنا زيارة الاراضي المطهرة والاراضي الشريفة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ورزقنا الزيارة قبل ما مات اللهم امين يا رب العالمين مبروك عليك ست نشوة مبروك لكل المتابعين وعقبال يا رب كل المتابعين ندخل بعد كده على ست ام الاحباب بجد الفيديو اللي نزلتهم بارح ممكن انا اخدت مقطع من عندها وكملت الفيديو بتاعها عليه انا كنت حزينة جدا 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 على الاحداث اللي حصلت الاخيرة عند ام الاحباب لان فعلا الموضوع يحزن يا جماعة الخير الناس دي متوسط عليها وصيا جمدة الناس دي اللي هي ام الاحباب متوسط عليكم يست الكل وصيا جمدة مش اي حد يتبهدل البهدلة دي الست كل خزين بيتها بوز المواشي عندها هربت من الحظيرة او من الزريبة لان اسناء مجالها قرار الازالة طبعا دخلوا هاجموا على المكان وما استنوش حتى الناس طلع الحاجة بتاعتهم لخير يعني مثلا كان ممكن يستنوا ساعة مثلا يطلعوا الخزين بتاحهم يطلعوا مواشيهم لا ده على طول يشتغلوا ودخلوا على كمان الجزء اللي هو غير الحظيرة دي كمان فيه جزء كده زي منافع للبيت دخلوا كمان وكان جايله ازالة ازالوا على الطيور اللي كانت فيه والحمام وكل حاجة الست كانت بتصوت وقلوبنا بجد وجعتنا على اللي حصل عنده ام الاحباب ربنا يخلف عليكم ويعوض عليكم ولكن مش هنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اعتدى وتكبر وتجبر على كل ظالم ان شاء الله ربنا عليه ربنا معكم يست الكل وعوضوا يعني جاي وعوضوا قريب وفرجوا كبير وقريب ان شاء الله ولكن الموضوع ده ما يستكتش عليه لان الناس دي او الشخص ده او الجار ده الجار ده متسلط عليكم وفعلا فعلا ايده وصله لان فيه قرارات ازالة من النوع ده بتيجي ولكن ممكن نهدم عرضة كده من المكان ونكسر حواليه وخلاص على كده وبناخد بعضنا ونمشي ولكن الطرباء اللي حصلت عند الست دي ده وصاية عالية جدا 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 النبي صلى الله عليه وسلم وصع على الجار ووصع كمان على سابع جار فما بالكم بالجار الاول وده اول جار ليه الحج عيد وقال عيد فيعني بصراحة مش هنقول فيه غير فوضنا الامر لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك ربنا معاكم ويعوض عليكم ويخلف عليكم ان شاء الله وكل الخسائر اللي انتو خسرتوها تكون بإذن الله في ميزان حسناتكم ربنا معاكم يتولاكم وكده اكون وصلت مع حضراتكم لنهاية فيديو النهاردة انتظرونا في فيديو جديد ولو الفيديو النهاردة عجب حضراتكم ياريت ما تنسوناش في اللايك والشير وكمان سبسكرايب للقناة لو عجب كل محتوى وقلكم دمتم في امان الله دمتم سالمين مع الفي سلامة كنتم مع وفاء الشيخ الى اللقاء